معنى عبارة دعو مئة زهرة تتفتح الحلقة 275 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات دعو مئة زهرة تتفتح عبارة شهيرة استخدمها ماتسي تونت في خطاب له ألقاء في مؤتمر الدولة العلى الذي عقد في السابع والعشرون شباط فبراير 1957 ميلادي وتحدث فيه عما أسمه المعالجة الصحيحة للمتنقذات الموجودة بالفعل في صفوف الشاب وأصبح يشار إليه فيما بعد بعبارة خطاب الظهور المئة ويبدو أن هذه السياسة التي تعني ضمن عدم التزمد في تفسير المبادئ الشيوعية وتهدف إلى فتح صفوف الحزب أمام المثقفين الليبراليين تدع طباء في مبادئ حارة سميت حارة تصحيحية ودلت على تمسط الصين بالتفسيرات الشيوعية الأشد تصلبا والجدير بالذت أن موسي تون حين أطلق جملته الشهيرة دعوا مئة زهرة تتفتح ومئة مدرسة تتنافس كان يهدف إلى إضفاء بعض المظاهر الليبرالية على الممارسات السياسية في الصين ولكنه عندما بدأت بعض العناصر اليمينية تستهدف هذا الجو لتبدأ حملة دعاية مضادة للثورة أعلن أن كل تلام وكل عمل يحيد عن الاشتراكية يطع في دائرة الخطأ وعلى أثر ذات رفع شعار اقتلال أزهار السماء من المجتمع وأرسل مئات الآلاف من المشبوهين إلى الريف لإعادة تربيتهم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل إبراهيم